اشتركوا في القناة والأخلاق الكريمة التي أمرونا الله بها نترحم فيه فيما بيننا فيرحمنا الرحمن الرحيم الحضور الكريم لينا مكان هو شعار احتفالياتنا اليوم هو ليس شعاراً بل حقيقة يعيشها كل مختلف في بلدنا أستاذ الحضور هل أصبح فجأة للقادرون باختلاف قدرات وإمكانيات نراها ونقدرها لا ورب العباد بل نحن من تغيرنا اختلفت نظرة المجتمع لهم اختلافاً جذرياً هل تعلمون أنه في ديسمبر 1963 كان المصطلح الدارج مع الأسف في بلدنا هو أصحاب العهد ليس فقط رداءة المسمى ولكن ما كان يترتب عليه من تعامل المجتمع معهم قادرون باختلاف ليس فقط تطور إنساني في الإسم والمسمى لكنه تطور أخلاقي واجتماعي لك الفضل فيه أولاً وأخيراً فخامة الرئيس لو لا إيمانك ودعمك لنا ما كنا وصلنا إلى أن نؤكد اليوم إنه لينا مكان فخامة الرئيس إني محملة اليوم لك برسالة شكر وعرفان وتقدير من أمهات القادرون باختلاف اسمحوا لي أن أقرأ كلمات قصيرة كتبتها إحدى أمهات أولادي أنا الأم اللي حلمت أحلام كتيرة ما يقبلهاش العقل بس قلبها كان دليلها في أحلامها أنا الأم اللي كانت دموها بتنافس المطر مع كل إحباط وتمسح دموها وتقول هحاول تاني أنا الأم اللي سهرت ليالي تحسبها وتفكر وتدعي وتصلي أنا الأم اللي سندت وقوت وحربت الأم اللي تقلها مئة مرة أسفين مفيش لإبن كل زي وما كان معنا ردت مش مهم ما كانوا في قلبي كفاية أنا الأم اللي تقلها مش هيقدر وقالت لأ هيقدر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنا الأم اللي ما بطلتش ثقة في الله وفي ابنها وفي ربها جالي رئيس شاور على ابني واخواته وقال دول القادرون باختلاف والنهاردة في حياتي بطل حقا إن سألوك عن الصبر فبحثوا عنه في قلوب أمهات القادرون باختلاف السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي أن أعلن خبرا سارا تعلمون أن الاتحاد الرياضي المصري زي ما قال مصطفى سيشارك إن شاء الله في بطولة العالم المقامة في فرنسا 20-23 بخمس منتخبات وبأمر الله في يناير اللي جاي مصر حتتقدم لأول مرة لاستضافة بطولة العالم للإعقاد الزهنية عشان نستضفها 20-27 إن شاء الله ختاما لعلي أجد هذه الفرصة ملائمة لكي أوصي كل قادر باختلاف في بلدي ألا يتهون ليس فقط في أخذ حقه بل في القيام بواجبه فالحياة ليست ما لم يمنح لك ولكن ماذا فعلت بما منح لك وقد منح الله لكل مننا أعطاؤه بما يتناسب مع قدراته اسمح لي سيادة الرئيس أن أنهي كلمتي بكلمات لسيادتكم في احتفاليتنا في العام الماضي حضرتك قلت إحنا بنقوله يا رب لجل خطرهم احفظ بلدنا من كل شر وسوء يا رب احفظ بلدنا من كل شر وسوء لأجل كل خاطر الملايكة دول بهم ترزق وبهم تنصر بأمر الله كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تحية مصر دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته